عشنت قوات الجيش اليمني هجوما واسعا على مواقع الميليشيا الحوثية الانقلابية في مناطق المفاليس وبني علي في عزلة العبوس حفان جنوب شرق تعز وفي مديرية الصلو دارت مواجهات بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي في أطراف نقيل الصلو تجاه قرى الأقيوس وأسفرت اجتباكات عن مقتل وإصابة خمسة من عناصر الميليشيا وفي جبهة مقبرة غربي المدينة تعرضت قرى ومنازل المواطنين في منطقة قهبان عزلة اليمن إلى قصف مدفعية من قبل ميليشيا الانقلاب